تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة جوية في مصياف في سوريا استهدفت مركز الدراسات والبحوث العلمية ومعسكرا مجاورا للجيش أذكر النظام السوري في بيان له أن الضربة نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي تصفه بأنه الهيئة السورية المسؤولة عن تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيميائية أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرب تحرير قضاء الحويجة في محافظة كاركوك ومناطق غربي الأنبار من احتلال داعش وأوضح القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش قتل آلاف الإرهابيين خلال معارك التحرير مؤكدا أن التنظيم اليوم بات ضعيفا ليس على مستوى العراق فحسب بل حتى في سوريا دعا حلف شمال الأطلسي جميع الدول إلى تكتيف مساعيها من أجل فرض عقوبات على كوريا الشمالية ووقف تجاربها على الأسلحة في نداء قال فيه دبلوماسيون إنه يستهدف شركاء بيونج يانج التجاريين الذين يشتبه في أنهم يمتنعون عن فرض إجراءات عقابية فيما سعت القوى الدولية لبلورة رد مشترك على سادس وأكبر تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة سترسل نحو 3500 جندي إضافي إلى أفغانستان ووقع وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع الماضي أوامر لإرسال جنود إضافيين إلى أفغانستان لكنه لم يحدد حجم القوة التي سيرسلها قائلا إنه بحاجة لإبلاغ الكونغرس أولا أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن 164 ألف شخص غالبيتهم من المسلمين الروهينجا فروا خلال أقل من أسبوعين من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنجلاديش المجاورة معبرة عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية وترجح جمعيات حقوقية أن تكون حصيلة القتل الفعلية أعلى بكثير تسبب العسار إيرما في دمار واسع النطاق بأرجاء منطقة الكاريبي محولا المباني إلى حطام ومخلفا عشرة قتلى على الأقل وعلن مسؤول محلي يوم الأربعاء أن الجزء الفرنسي من جزيرة سام مارتان في البحر الكاريبي قد تدمر بنسبة 95% بسبب عصار إيرما الذي ضرب المنطقة يزور العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في مطلع العام المقبل واشنطن حيث يستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب البيت الأبيض فإن المسؤولين أجريات صالا هاتفيا تباح تاخل له سبل دفع أهدافهما المشتركة نهاية الموجز بأمان الله